موسيقى موسيقى جولة الثامنة مساء للأخبار من قناة التاسع وقدمها نامك هلال ونستهلها بالعناوين وقفات احتجاجية ومسيرات سلمية في العاصمة واصفاق استنديدا بعملية اغتيال الشهيد محمد الزواري والمحتجون يطالبون بالكشف عن الجهات التي تقف وراء تصفيته موسيقى تأجيل الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للقضاء لعدم اكتمال النصاب وانطلاق التحركات الاحتجاجية ضد مسار تركيز المجلس بعد تركيا عمليات ارهابية مختلفة تستهدف كل من المانيا وسويسرا وحالة استنفار قصوى في اوروبا موسيقى موسيقى طب مساوكم جميعا مشاهدين اهلا بكم اذا هذا الموعد الاخباري في مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ندد مئات من المحتاجين من احزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني وعضاء من مجلس نواب الشعب ومواطنين نددوا بعملية اغتيال الشهيد محمد الزواري من قبل عناصر اجنبية دعينا الى الاسراع في الكشف عن الجهات التي تقف وراء تصفيته بشعرات مناسرة للقضية الفلسطينية والسيادة الوطنية شارك اكثر من خمسمائة تونسي على اختلاف توجهاتهم في وقفة احتجاجية امام المسرح البلدي بالعاصمة فالرايات الحزبية غابت ووحدها رايات الوطن وفلسطين رفعت ولا سوت على فوق سوت التنديد بجريمة الاغتيال التي طالت الشهيد محمد الزواري والمطالبة بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه العملية جريمة نكرى بكل المقاييس ولا يمكن ان يقبل بها اي تونسي ولا يمكن ان يقبل بها اي مواطن عربي مخلص للقضية الفلسطينية ومخلص لقضاياها العربية بصفة عامة نعتقد هناك مس من السيادة الوطنية هناك اختراق امني واعلامي وسياسي اليوم تونس الشعب التونسي ما يقبلش بهذا المس من السيادة الوطنية شعب تونس لن يهدى له بال الا بكشف واللي مطت اللذام عن هذه الجريمة وتحميل كل المسئوليات الوقفة تحولت لمسيرة جابت شارع لحبيب بورقيبة طالب خلالها المحتجون بضرورة تجريم التطبيع مع الكيان السهيوني وتوحيد السفوف من اجل مقاومته ودعوة المسئولين الى وجوب سون السيادة الوطنية بما يرضاه الشعب لا نقبل اقل من الاتهام الصريح للكيان السهيوني ولمساد لا نقبل اقل من تدويل القضية والذهبات للامم المتحدة لا نقبل اقل من سن قانون لتجريم التطبيع في تونس احنا كنواب شعب طالبنا بجلسة عامة استثنائية في اقرب الوقات من اجل القيام بعمري تأبين واعتراف وطني بهذا الشهيد الوطني تأبين ومطالبة بجنازة وطنية قبل نهاية الاسبوع وشارك في هذه المسيرة الى جانب المنظمات والجمعيات المدنية حركة النهضة واحزاب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وحركة الشعب والتحالف الديمقراطي وحراك شعب المواتنين وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اثر لقائه برئيس الجمهورية للاطلاعه على تقدم الابحاث واخر المستجدات في قضية اغتيال محمد زواري اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد حرص حكومته على تتبع كل من اجرم او تواطى او قصر في هذه القضية مشددا على تمسك الحكومة بحق الشهيد وحق تونس قبلت سيد رئيس الجمهورية صباح اليوم واطلعت على مدى تقدم الابحاث في قضية اغتيال محمد زواري واكدت حرص الحكومة على تتبع كل من اجرم او تواطى او قصر في هذه العملية واكدت له اننا مناش بش نسلموا في حق الشهيد وفي حق تونس وللحديث اكثر عن موضوع الصحفي الاسرائيلي انضم الينا في الستوديو سيد مفدي المستدي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالاعلام والانتصال سيد مفدي اهلا بك اهلا وسهلا الجديد في هذا الموضوع ايضا ان مجلسا وزاريا انعقد في الغرض وكان بحضور قيادات امنية ما الذي تمخذ عن هذا المجلس بالفعل مكي انعقد منذ قليل مجلس وزاري مضيق اشرف عليها سيد يوسف الشهد رئيس الحكومة وحضره كل من وزير الداخلية ووزير العدل وايضا وزير الدفاع الوطني وقيادات امنية وسيد سليم العزابي الرئيس مدير الدوان الرئاسي وتولى هذا المجلس اتخاذ العديد من القرارات الهامة هو القرار هو بعث المركز الوطني للاستخبارات الذي عد مشروعه تم اعداده برئاسة الجمهورية وتم احالته على رئاسة الحكومة سيتولى هذا المجلس هذا المركز مهمة تجميع المعلومات والتنسيق بين مختلف الاجهزة الاستخباراتية وضبط الخيارات الاستراتيجية في مجال الاستعلامات وتحليلها كما يتعهد المركز الوطني للاستخبارات بتحديد التعاون الدولي في مجال الاستعلام وضبط المخطط الوطني للاستعلامات وسيحدث هذا المركز بامر بعد عرضه على مجلس الوزراء القادم قرار اخر مكي وهو اعداد مشروع قانون مكافحة جرائم شبكات الاتصال تعرف كونه جرائم هذه يعني تبلغ 90% من هذه الجرائم يتم الاعداد لها عبر شبكات هذه الشبكات قرار مهم اخر يتمثل في ان تتحول ادارة الحدود والاجانب الى ادارة عامة مع وضع جميع الامكانيات لفائدة هذه الادارة حتى ترتقي الى مستوى الادارة العامة وايضا تنظيم عمل شركات الانتاج التلفزي التي تتولى انتاج المواد التلفزية والاخبارية وغيرها لفائدة القنوات الاخبارية يعني هذه قرارات هامة بعد المجلس الوزاري المضيق كما اشرت اللي انعقد منذ قليل وكان صباح اليوم كان للسيد يوسف الشهد اللي قام مع سيد رئيس الجمهورية للحديث في الموضوع الوضع الامني العام في البلاد واخر التطورات والابحاث المتعلقة ب طعم امنيا كنت ساسهل هل من جديد امنيا فيما يخص التطورات تقدم التحقيقات بالنسبة لتقدم التحقيقات الجديد هو ان تم احالة ملف القضية بعد ان كانت يعني القطب الارهاب القطب الارهاب بما انه وقعت كيف كون جريمة ترتقي الى قطب الارهاب نعم مساء امس اعلن السيد وزير الداخلية في ندوة صحفية يعني عن مجريات هذه المجريات هذه الجريمة النكرة هوية الشهيد يعني كيف تمت العملية اشار الى وجود اطراف اجنبية اللي كانت يعني ساهمت من قريب او من بعيد في هذا الاختيال بعد ذلك كان سمعته يعني تصريح متاع السيد رئيس الحكومة يعني كان يعني تصريح فارم بمعنى انه تكلم عن المحاسبة وتكلم عن هذا عن المحاسبة مفدي في الداخل خارجيا لم يكن صوت تونس مسموع ربما لم تتوفر لديه معطيات دقيقة عن هذا الامر اذا ما توفرت هل يمكن ان تطالب تونس عبر القنوات الدبلوماسية الجهة التي قد يتأكد تورتها هي واجهزتها في هذا الموضوع ما الممكن انجازها ديبلوماسيا على الأقل يعني ديبلوماسيا اظن كونه تعرف كونه ديبلوماسية يتقسم السيد رئيس الجمهورية وسيد رئيس الحكومة مع وزارة الخارجية وكنا يعني تابعنا يوم امس بيان لسيد وزير الخارجية وكان له تدخل اليوم في احدى القنوات الخاصة شوف حق تونس لا يضيع وحق هذا الشهيد لا يضيع بالتأكيد يتساءل الصحفيون باجاز مفدي هل منتغير في ربما تعاطي رأس الحكومة في التغطيات للصحفيين الأجانب والتونسيين بعد هذا الذي حدث هل منتغير في الإجراءات أم أنها باقية على حالها مع مزيد من التنظيم ربما للرقابة الصحفيون يتخوفون ربما من إجراءات رقابية جديدة لا يعني العملية منظمة مك ما عنا نحن؟ عنا الصحفيين الذين يتموا اعتمادهم بصفة قارة في البلاد تونسية نعم ويكونون صحفيين تونسيون معتمدين معتمدين يعني توانسة وأجانب نعم عملية الاعتماد تتم بطلب اعتماد من المؤسسات الصحفية الأجنبية نعم وتتم إحالتها إلى مصالح وزارة الداخلية حتى تتكفل بالبحث الأمني ثم إذا ما تبين أن الشخص يعني مقبول يتم اعتماده بالنسبة للتغطيات الإخبارية يعني أو الإنتاج الإخباري يمكن أن يكون إنتاج تلفزي إنتاج إذاعي نعم تابع لوكالة أنباء أجنبية أو إلى صحيفة أجنبية نعم العملية هذه تتم بناء على طلب من المؤسسة الأعلامية الأجنبية نتلقى إشعار إذا ما تلقينا إشعار نحيل الملف على يعني نفس طريقة العمل نعم وجرة العادة يعني بالنسبة للصحفيين الذين يتوفدون على تونس تغطية أحداث ما يكونون مصحوبين بآلات يعني كاميرا وغير هذه عنده إجراءات خاصة هذه عنده إجراءات خاصة ولكن تأكد تأكد مكي كونه يعني الجميع العمليات كانت سليمة ونعطيك الموضوع متاع الصحفي الإسرائيلي هو يعني دخل بجواء السفر ألماني ألماني طبعا يحمل هوية كاتب هذا تدولته أغلب وسائل الإعلام ولكن لي معنى الخبر اليقين عندما تم تسجيل المادة الإخبارية يعني أمام منزل لا مش أمام منزل الشهير في شارع الحبيب بورجيبة فإن التسجيل تم على الساعة السادسة ونصف صباحا وهو في الطائرة على ساعة السابعة صباحا حتى الصور كانت تقول ذلك نعم ثم حطت الطائرة على الساعة التاسعة التاسعة صباحا بروما يعني موقعش استعمال فرنية الأسان جي نعم واضح سيد مفدي المسدي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والاتصال لك جزيلا شكرا شكرا خلالها وزير التربية المسئولية في تردي وضعية المؤسسة التربوية وتوتر العلاقة بين المربين والأولياء حسب تعبيرهم كما نفذ المحتاجون إثر ذلك مسيرة للتنديد بجريمة اغتيال الشهيد محمد أزواري استجابة لدعوة الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل نفذ عدد من الأساتذة والمعلمين باسفاقس إضرابا عاما ووقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للتربية باسفاق سواحي وذلك على خلفية ما اعتبره استحالة التواصل مع وزير التربية وتعطيل عملية الإصلاح التربوي احتجاجا على وزير لا يحترم منظوريه على وزير ينفرد بإصلاح المنظومة التربوية على وزير يبث الفوضى الخلاقة داخل أروقعة وزارة التربية وقفة احتجاجية تلتها مسيرة باتجاه مقر ولاية اسفاقس رفع خلالها منفذها شعارات منددة بجريمة اغتيال الشهيد محمد الزواري مطالبين مجلسا وبالشعب بضرورة التنصيص على قانون تجريم التطبيع ويأتي ذلك وسط تواتر زيارات عدد من الشخصيات الوطنية لعائلة الشهيد كما توجه المحتجون صحبة وفد عن الاتحاد الجهوي للشغل باسفاقس إلى منزل الشهيد محمد الزواري للقيام بواجب العزاء لنا محطات أخرى للاحتفاء بشهيدنا الغالي وسنوهي اتحاد جهوي للشغل باسفاقس لمسيرة جهوية كبرى ضم كل القوى الحية في البلاد كل المغاطني متساكني جهة اسفاقس جديرة بتحييته حتى تحييه أحسن تحية الشعارات في مسيرة اليوم باسفاقس وعدد من الجهات جميعها تدعو إلى ضرورة كشف ملابسات جريمة اغتيال الشهيد محمد الزواري مشددين على ضرورة اتخاذ موقف رسمي واضح وحازم في هذا الملف يرد الاعتبار لتونس وشهيدها تعطلت الدروس بكامل المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاخذ الثانوية بيجابس بعد استجابة المربين لدعوة نقابتي تعليم الأساس والثانوي لتنفيذ إضراب عن العمل وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية والمطالبة باستقالة الوزير التربية ناجي جلول بسبب ما اعتبره إهاناته المتكررة لهم وعجزه عن إصلاح قطاع التعليم على حكومة الشهد أن تعي جيدا ارحل يا جلول أو أن النظار سيتواصل هذه رسالتنا وعليها أن تستمع إلى المربين كل الاتفاقات والالتزامات المالية المتعهدة بالوزارة تم امضاءها حتى من قبله وسيتم صرفها في غضون هذا السبوع أو من هنا يعني الغضو جولتنا الإخبارية ما تزال مستمرة معكم مشاهدين تتابعون فيها أيضا ظاهرة الأيام الثقافية والسياحية باريز فرصة للترويش لتونس سياحيا والتعبير عن الرفض للإرهاب والتطرف أثناء ترويسه لاجتماع المجلس الأعلى للجيوش أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أن التعامل مع العائدين من بؤر التوتر لن يكون في طار قانون مكافحة الإرهاب كما شدد على ضرورة مزيد تأمين الحدود واتخاذ كل الإجراءات الضرورية بخصوصهم نحن لا نسامحوش مع الناس اللي يرفعوا السلاح ضد بلادهم وثانيا إذا كان ثم رجوع والله أعلم يعني روما يكون إلا في نتاق القانون وتطبيق القانون وقانون الإرهاب اللي نحن اخذناه واللي هو يزمن أن تبقوه ونحن نكون متهيين لهذا أجلت اليوم الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للقضاء التي كان مقررا عقدها اليوم لعدم اكتمال النصاب فيما انطلقت التحركات الاحتجاجية التي دعت إليها جمعية القضاءة بتأجيل الجلسات القضائية في المحاكم احتجاجا على مسار تركيز المجلس 19 عضوا فقط حضروا الجلسة الافتتاحية المغلقة للمجلس الأعلى للقضاء وبعد التشاور تم تأجيلها إلى 29 ديسمبر الجارية لعدم توفر نصاب الثلثين القانون يقول مهما كان العدد نعمل الاجتماع الأول ومرحلة الثانية نثبته بالنصاب هذا هي ما بين ثلاثة أيام وعشر أيام تبقى ما يضبط القانون إلى جلسة الثانية وقتها النصاب ينخفض إلى النصف النتيجة الحتمية هي تعطيل المسار الانتقالي تعطيل المجلس على القضاء وتعطيل المحكمة الدستورية وهذا يلا نخاله معناها مطلوب من الشعب التونسي ويزميعي الرأي العام لفهم مسائل خطيرة فهم برشة مصالح ضيقة المقاطعون الاجتماع اليوم اعتبروا الجلسة غير قانونية مؤكدين تمسكهم باستكمال تركيبة المجلس قبل عقد الجلسة الافتتاحية مش ممكن احنا نشاركوا معنتها في انعقاد الجلسة هذه طالما انها ما تمتش تبقى للقانون ثم معنتها اشكالي تعلق بالتسميات في الوضايا في القضايا العليا في مجلس قضاء العدلي الرئيس الأول محكمة تعقيب وكيل الدولة العام لدى محكمة تعقيب فيها قرارات ترشيح صادرة عن هيئة قضاء العدلي من شهر نوفمبر ما باتتش فيها الحكومة مطالبة بالبات فيها بالتوازي مع الاجتماع انطلقت تحركات الاحتجاجية في المحاكم بتأجيل الجلسات القضائية المقررة لليوم لحث الحكومة على قبول ترشيحات تقدمت بها الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي لسد الشغورين الحاصلين فيما افادت مصادر مطلعة للتاسعة ان الحكومة ترفض تلك الترشيحات وتنتظر ترشيحات جديدة يقدمها المجلس الأعلى للقضاء اجتمعت اليوم اللجنة الخاصة بفرز الترشيحات المعنية لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة ذلك في طار سد الشغورات الحاصلة بالهيئة ومن اجل تمكينها من استكمال مسار العدالة الانتقالية كما هو معلوم انه تم اليوم ثلاثة شغورات اللي تم الاتفاق على سدها هناك تمديد لشغور موجود من المجلس الوطني التاسيسي اللي تم تمديد الأجهال الترشح فيه وتم التداول في قرار فتح الشغورين الآخرين الموجودين فيما تبقى ذلك في المسائل الخلافية في اللي فهم عفاها والكما قضية سيد زهير مخلوف تم تأجيل النظر فهمها قدمت وزارة المالية ممانظاري اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب اليوم قدمت مشروع قانون المالية التكملي الخاص بسنة 2016 كما شهد النشاط البرلماني التام اشغال اللجنة المعنية بفرز ترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة قانون المالية 2016 مطالبين أن نتم المصادقة عليه قبل نهاية هذا الشهر قبل نهاية السنة تحيين لميزانية الدولة لـ 2017 باعتبار أنه فيه تجاوزات على مستوى بعض النفقات وفيه تراجع من مستوى الموارد تم اليوم بالعاصمة فتح خط تونس حلق الوادي المرسى من جديد بعد أربع سنوات من الأشغال وعد الخط الحديدي للضحية الشمالية لنشاط العديل العربات باعتبار أن توقيت الانتظار لا يتجاوز التسع دقائق أعيد فتح الخط الحديدي تونس حلق الوادي المرسى التابع لشركة النقل بتونس بعد القيام بأشغال على مستوى المحطات وتجديد السكة وسيتم نقل عشرة ألاف مسافر يومياً كما تم توفير سبع عربات لتأمين ست وستين رحلة بين المرسى والعاصمة يومياً اليوم رجعنا في وقت هيل اللي هو كل تسعة دقائق في أوقات الظروة يتواجد ترينو وفي أوقات العادية اللي الحقيقة ما فيهش دروة وهذا المعمول بيه في العالم هو كل 18 دقيقة ودون دي كونديسيون أحسن لأنه السكة الكل تبدلت صار انفستيسمان بنسبة لانفرستركتور بنية تحتية فوق من الـ 45 مليار فوق من الـ 24 مليار كيف كيف زادة بنسبة لك الإشارات الضوئية انتظار الركاب دام أكثر من أربع سنوات استغرقتها الأشغال واليوم ما زال المواطن يطالب بتحسين الخدمات خاصة في أوقات الظروة الاكتذاذ وفي أوقات الظروة قلة الأمن يعني يلزم يكون متواجد الأمن يلزمهم يبدلوا هتران هذي يقدم يقدم برشة من عهد البايات هذي أن نتصوره فهمتني يتبدل وسكك تتبدل كانت تقبل تاعبا شوية اللهمات اللي كانوا يصلحوا فيهم في السكة تاعبين المدة أنتها الأشغال دمت أكثر ما يلزم اليوم رجعت التجيام كيف وخير مقبل الأشغال ومواطن الكيجيه القطران في وقته في التجيام نوعد أن الكيجيه القطران في وقته سيتم اعتماد برمجة جديدة تتميز بمدة التوتر مع الاستغناء عن تدعيم الحافلة كما سيقع اقتناء ثمانية عشر قاطرة جديدة لتعزيز أسطول النقل هذا في انتظار تكثيف التواجد الأمني وتحسين الخدمات وتحلي المسافر بالسلوك الحضاري أجل نظر اليوم في قضية الفتاة التي تبلغ من العمر ثلاثة عشرة سنة وتزوجت من أحد أصهار يترحم لها منه أجل ذلك إلى يوم الثالث من جانبي وذلك خلال جلسة أمام قاضي الأسرة وبحضور مندوبة حماية الطفولة وعائلة الفتاة من جهة أخرى قام عدد من العاملين بالمرفق القضائي بالكاف بوقفة احتجاجية تنديدة بتدخل المجتمع المدني في استقلالية القضاء في منظم عدد من الناشطين الآخرين في المجتمع المدني وقفة للمطالبة بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية تقدموا الوالدين راغبين في الإذن لبنتهما البلغة من العمر 14 سنة إلا شهرين بالزواج وقدموا ملف مستوفي فيه شهدة طبية ثابتة أن البنية ذي قادرة على الزواج وقادرة على المعاشرة وأنها حامل في شهرية ثلث ونيدي قدم المحكمة يقول قضاء مقتصب جمعتها قضاء مقتصب بريك كريمة كبيرة وتهم المنظومة القضائية إلغاء الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية لأنه نعتبر اللي طفلة عمرها 13 سنة ما تنجمش توافق على علاقة جنسية قررت لجنة اعتصامي بن جردان تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية يأتي ذلك كخطوة تصعيدية أولى بعدما اعتبره المعتصمون تجاهلا من الحكومة للاعتصام وعدم استجابتها للمطالب المرفوعة بسبب ما اعتبروه تجاهل الحكومة لاعتصام سيد بن جردان تعيش وعدم استجابتها للمطالب المرفوعة والتي من بينها ما يتعلق بدفع التنمية بالجهة وفضل إشكال القائم مع طرف الليبية بخصوص معبرس جديرة قرر المعتصمون القيام بخطوة تصعيدية تمثلت في تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية الجانب الليبي مستعد للتفاوض من خلال اتصالاته بإخواننا في بن جردان من جمعياتهم واشخاص ونشطاء مدنيين أن الجانب الليبي مستعد للتفاوض من أجل إيجاد حلول المعبر ما يقارب 23 يوما والاحتجاجات كانت متواصلة على مستوى طريق الوطنية رقم واحد الرابط بين معبر السجدير ووسط المدينة تنديداً بما أسموه فشل الدبلوماسية الشعبية في إيجاد حلول النهائية للأزمة التونسية الليبية أثرت ياسر الحركة التجارية في بن جردان وتعرف بن جردان معناها لا سياحة ولا صناعة ولا فيلاحة كبيرة ولا تجارة ليبيا أخوتنا من اللي يخلقنا احنا أخوتها مع بعضنا ومر راقنا ومر راقنا إنما احنا اللوم على الحكومة متاعنا معبر السجدير أزمة مفتوحة ومصدر للجدل ولحين تدخل الحكومة ووزارة الخارجية لوضع خطة واضحة تحمي التونسي المهدد في مورد رزق الوحيد وهي التجارة سيقع فضل احتجاجات حسب تعبيرهم في مسعى للترويج لتونس سياحياً في الخارج يزور وفد تونسي ضم عدداً من الفنانين والإعلاميين يزورون العاصمة الفرنسية باريس ضمن تظاهرة الأيام الثقافية والسياحية بباريس تونس بفرنسا والتي نظمتها جمعية كلنا باردو كتب هذا المكان تاريخاً مأساوياً تذكره فرنسا كغيرها من البلدان التي قضى فيها مواطنوها حادثة باتاكلون وبينهم تونسيون فهذه الورود تضع ترحماً عليهم من وفد تونسي خبر الإرهاب مثل الفرنسيين وقاوم نحن الفرنسيون نواصل زيارة بلادكم وأنتم مرحب بكم في فرنسا لزيارة بلادنا بيننا علاقة تاريخية وثارية تونس بفرنسا شعار الأيام الثقافية والسياحية بباريس بديرة أرادت جمعية كلنا باردو بالتعاون مع الجانب الرسمي التونسي إنجاحها تعريفاً بتونس ثقافياً وسياحياً نمشيه ونجيه السفير الأصلي هو التونسي المقيم لهنا الكفاءات اللي موجودة هذه ممكن أنه نزغلوها باش نقدم لنا إضافة في الميدان هذا وتقدم الصورة الجيدة لأنه الفرنسي وقل يشوف تونسي جاره ويشوف طريق التصرفه هو بالضبط يكون يعطيه الصورة صحيحة على البلاد لصوت يعلو هنا فوق صوت الوفد التونسي من فنانين ورياضيين وإعلاميين في جولة سياحية شقت نهر السان تعرف خلالها الفرنسيون على الموروث الغنائي التونسي يبدو أن تونس ليست غريبة عنهم قمت برحلات سياحية زرت المونستير والمهدية وسيدي بوسعيد وتونس عدد كبير من بين 900 ألف تونسي مقيم بفرنسا يوجدون بالعاصمة باريس نرجس واحدة منهم لها رؤيتها بشأن وضع التونسيين في فرنسا البدرت بالتعريف بالسياحة التونسية مهش كيفية خطر احنا هنا في باريس نفتقد برشا للنشاطات الثقافية التونسية خطر هي أكثر حاجة يمكن نتعرف بتونس منذ عام وشهر تحول مسرح البتاكلون من مكان ذي صخب وحياة إلى مكان شاهد على مأساة ضحايا وبلد غير أنه بدأ يساعد روحه هو كمتحف باردو أو نزل السوسة يريد الانتصار ضد الفعل الإرهابي من أمام مزرح البتاكلون بباريس ياسمين الحمروني قناة التاسعة إلى الشان الدولية لان حيث عاشت كل من ألمانيا وسويسرا وتركيا ليلة أمس على وقع عمليات إرهابية مختلفة ذهب ضحيتها مدنيون وسفير روسي في تركيا مزيد من التفاصيل نتابعها في التقرير التالي ليلة أمس كانت ليلة سوداء في أكثر من دولة أجنبية من اختيال السفير الروسي بتركيا إلى إطلاق نار على مسجد بزوريخ سويسرية انتهاء إلى حادث دهس بشاحنة في ألمانيا 12 قتيلا وقرابة الخمسين جريحا هي حصيلة الاعتداء بشاحنة في برلين على حجد في سوق عيد الميلاد أسباب كثيرة تدعون للاعتقاد بأن الحادث كان اعتداء مقصودا هكذا صرح وزير الداخلية الألماني على خلفية الاعتداء واعتبرته المستشارة الألمانية أنجلا ميركل عملا إرهابيا في سويسرا وتحديدا بمدينة زوريخ تم إطلاق النار على مصلين في مركز إسلامي ما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحة ووفقا لبيان الشرطة السويسرية تم رصد شخص مجهول داخل المركز الإسلامي لكن الأبحاث لا زالت جارية عن هوية منفذ العملية أما في تركيا فقد اختيل السفير الروسي هناك بعد إطلاق الناري خلال حضوره معرضا فنيا من قبل شاب في الثاني والعشرين من عمره ينتمي إلى فرقة قوات مكافحة الشغب بأنقرة وقد أدان كل من فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان هذا الاختيال واعتبر أن هذه العملية النكرة تهدف إلى عرقلة العلاقات بين روسيا وتركيا عمليات إرهابية عديدة تطال دولا متفرقة في نهاية هذه السنة تونس، فرنسا، ألمانيا، السعودية، تركيا وغيرها إرهاب لا دين له ولا موطن ولا جنسية دائما مع أخبار العالم الان إلى جولة سريعة في أبرزها أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية سفرتها وقنصليتها في تركيا إثر قيام رجل بإطلاق النار فجرا أمام مدخل السفارة داعية جاليتها بالتزام الحذر أعلن ما يعرف بتنظيم الدولة مسؤوليته عن إطلاق النار الذي وقع الأحد في محافظة الكرك الأردنية والذي خلف عشرة قتلى وأربعة وثلاثين جريحا بعد مرور أقل من أسبوع على بدء عمالية إجلاء المحاصرين من شرق حلب بلغ عدد الذين غادروا خمسة وعشرين ألف شخص حسب اللجنة الدولية لصليب الأحمر فيما حظ الجيش السوري آخر المقاتلين والمدنيين في حلب على مغادرتها تمهيدا لإعلان سيطرته على كامل المدينة حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية على قاتل الكاتب الأردني نهض حطر بالإعدام شنقا حتى الموت بعد إدانته بتهمد القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت شخص فاز دونالد ترامب بأصوات أغلبية أعضاء الهيئة الناخبة الأمريكية لينتخب بذلك رسميا رئيسا للولايات المتحدة كما كان متوقعا وذلك حسب تعداد أجرته وسائل الأعلام الأمريكية وفي أول رد فعل له تعهد ترامب بتوحيد الأمريكين بعد فوزه أنا أوان أخبار الرياضة في تونس وفي العالم يقدمها اليوم بشير القروي تفضل إليك بشير مساء الخير مكي مساء الخير مشاهدين ومرحبا بكم إلى هذه الجولة الرياضية عقد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم نغي كاسبر جاك ندوة صحفية اليوم بمقار الجامعة التونسية لكرة القدم للحديث عن تربوس إسبانيا التحذيري الذي سيخوض خلاله الفريق الوطني مبارتين وديتين ضد كل من منتخب كاتلونيا يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي ومنتخب الباسك يوم الثلاثين من الشهر نفسه هذا وأعلن الناخب الوطني أن هدف المنتخب التونسي في الكان هو بلوغ الدور الربع النهائي يذكر أن قائمة المنتخب عرفت غيب بعض الأسماء فيما سجلت أسماء أخرى عودتها القائمة بالنظر إلى عديد المعطيات منها جاهزية اللاعبين وهذا مهم للمنتخب قبل الدخول في مسابقة كأس أمم إفريق نعلم أن الفريق الوطن يقدم مستوى جيد مؤخرا لكن هناك بعض النقائص التي يجب أن نتجاوزها خاصة على مستوى النجاع أمام مرم المونيف أنهت الهيئة المديرة للنجم السيح لليوم إجراءات التعاقد مع المهاجمين النيجيريين جودوين أوباجيلا أبندي ويكي توريستس النيجيري وهدف البطولة النيجيرية الموسم الفارط البلغي من العمر 19 عاما وشارل سيسوم اللاعب فريق أنيجورانجرس المتحصل على لقب البطولة وصحب البرء الـ 24 عاما الذين أمضي عقودا لمدة أربع مواسم مع الفريق وضعت هيئة الشبيبة القيروانية حدا لعلاقتها مع اللاعب مهدي الورتاني حيث تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين وكان الورتاني قد انضم إلى شبيبة القيروان خلال فترة الانتقالات الصيفية يذكر أن هيئة الشبيبة انطلقت في اتصالاتها قصد تدعيم المجموعة ببعض الأسماء خاصة في الخط الأمامي الذي يعد مشكلا من مشاكل الفريق تواجد مهاجم الجمعية ريضية بجربة أشرف التريكي اليوم بمدينة سفيقس رفقة وكي لأعماله للتفاوض مع الهيئة المديرة للنادي رياضي سفيقسي بخصوص التحاقه بالفريق في المركات الحالي وللإشارة أن نادي سفيقسي تعقد اليوم مع المعادل البدن الإيطالي ماركو كاسار خلفا لفؤيد الفتيتي الذي التحق بالنادي الأفريقي وافقت محكمة التحكيم الرياضي على تقليس عقوبة إيقاف نادي ريال مدريد لفترتين انتقالات بسبب مخالفات ارتكبها بشأن تعقودات سابقة مع لعبين دون السنة القانونية وتم قبولة عن الفريق الملكي وتقليس العقوبة لتشمل انتقالة جنبي 2017 فقط على أن يعود الريال لإبرام التعقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية العام القادم يذكر أن هيئة الفريق الملكي أعربت في بيان رسمي عن أسفها من عدم إلغاء العقوبة تماما ختام نشكركم مشاهدين على حسن المتابعة والاهتمام عود الآن مع مك شكرا لك بشير نمضي مباشرة إلى تذكير بأبرز العنوين وقفات احتجاجية ومسيرات سلمية في العاصمة واسفاق السنديدا بعملية اغتيال الشهيد محمد الزواري والمهتجون يطالبون بالكشف عن الجهات التي تقف وراء تصفيته تأجيل الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للقضاء لعدم اكتمال الإصاب وانطلاق التحركات الاحتجاجية ضد مسار تركيز المجلس بعد تركيا عمليات نهبية مختلفة تستهدف كلا من ألمانيا وسويسرا وحالة استنفار قصوى في أوروبا نقطة نهاية لدي الجولة الإخبارية شكرا لمتابعاتي أدمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة